رح أكمل من المعادلة اللي هون، رح أفطرد رح أسمي هذا الـ أو هذا الـ constant RH بساوي واحد على N P لمادة معينة، فصار هذا زي الـ whole effect constant هو بسموه الـ whole coefficient. يعني لمادة معينة الـ whole coefficient، وحتى أظن إلو وحدة، إلو وحدة ولا dimensionless رح يكون؟ إلو وحدة. عندي هون وحدة كيوبيك ميتر رح يكون. كيوبيك ميتر. كيوبيك ميتر. كيوبيك ميتر بير كولوم. لأ. كيوبيك ميتر. أنا مش متأكد دايمينشنلس ولا، فلا مظبوط إلو كيوبيك ميتر بير كولوم. هذا اسمه الـ whole coefficient لمادة معينة، وهذا بسبب يبقى واحد على N P. هلأ خلينا نستعمل علاقات اللي كانت عندنا هناك. عندنا أول إشي E بتساوي V على D. إذن V أو خليها هيك بهذا الشكل. E بتساوي V على D. و J بتساوي I على A. وكانت إلنا أصلا المعادلة الأصلية اللي هي صارت E بتساوي محل واحد على أن E راح أحط RH. وبعدها عندي صار J في B. راح أفضل إنه هلأ هون صاروا magnitude هدول ها. يعني خلص فهمنا إنه هدوك vectors وأخذنا الآن. هلأ بس دي أطلع على magnitude على قيم من هون. J في B. وانتبرنا الزاوي بينهم تسعين درجة. فصائل التسعين أعطاني واحد وطلعت معي E من هنا. هلأ محل E أنا باطل راح أحط V على D. هلأ شوف إيش راح نعمل كمان هاي بالنسبة للقطعة هادي. الويتس هذا اللي موجود هون راح أسميه W. أنا هدفي الآن أتخلص من E و J وأحط V و I. لأنه إنت راح تتعامل مع إيش؟ مع إيش الـ current راح تحطه راح تحط current. وشو راح يتيزه من هون؟ voltage. فما بدي أطلع أتعامل مع J وهذا. خلصنا منهم استعملناهم كveكترز وخلصنا. هلأ إحنا بنا نطلع B بدلالة. بنا نحاول نطلع الـ voltage بدلالة B اللي موجودة عندي من هون. إذن محل هاي راح حط V. وبعدين عندي W هاي هي من القطعة راح تكون W. و T راح يكون thickness هذا اللي موجود. هون T. هلأ لاحظت طلع هلأ J. إيش الـ area اللي عم بضرب فيها J؟ مش هاي؟ W في T. هاي إيش هي مساحتها؟ W في T. إذن عندي A محل A هون راح أحط W في T. مصبوط. إذن نعوض هلأ محل V راح حط هاي. وهذه عندي RH. محل J راح أحط I على W. T. وبعدين عندي هون. V من هون. هلأ V. D إيش هي D هون؟ هدول الوجهين. إيش هي W. إذن محل D هون راح أحط. W من هون. بيصير عندي هلأ V بيساوي W راح تشطط مع W من هون. راح تصير هاي RH على T في I في B. فأنا راح أحط الـ current. ورح يطلع معي voltage. لازم أكون عارف قيمة T. لثيكنس تبعت المادة هاي الماتيريال. فهاي كل ما عملت لها ثيك أكثر راح يطلع معي voltage أكبر. وهذا طبعا جيد. ليش؟ تمام؟ وبتخف النويز. أنا بهمني voltage يطلع أكبر ما يمكن. أحسن السنستيبتي. يعني هون السنستيبتي راح تكون. إذا أخدت V على V راح تكون هي volts per tesla مظبوط. أو ميلي volts per tesla. كل ما هون T. لا T بالمعكوسة مش هيك. واحد على T. عفوا. T كل ما كانت T أصغر راح يعطيني السنستيبتي أعلى من هون. هاي عم تربط العلاقة ما بين B. أنا I أنا بثبتها. H بتعتمد على material. و T بتعتمد على thickness تبع المتيرة. صار عند علاقة ما بين B. و H. اللي بتطلع مع هون. وأنا ثبت I طبعا سيتأكد أن I يطلعها ثابت. أوكي هذه إذن ال whole effect.